القرار 17-01 وضع نهاية لحرب إسرائيل على لبنان في يوليو 2006 والتي استمرت 34 يوما حينها أي عمره اليوم 18 عاما هذا القرار ليس وليد اليوم سنعود قليلا إلى الوراء لمعرفة خلفيته في أغسطس 2006 تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 17-01 الداعي إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان طالب القرار الأممي حزب الله بالوقف الفوري لكل هجماته ضد إسرائيل كما طالب الأخيرة بالوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية وسحب كل قواتها من جنوب لبنان القرار الأممي دع الحكومة اللبنانية حينها إلى نشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات اليونيفل وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى موراء الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل أهمية هذا القرار أنه ربط تطبيقه بالبنود الأممية السابقة نتحدث عن القرارين 15-59 و16-80 الداعيين إلى تجريد كل الجماعات المسلحة اللبنانية من سلاحها وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة اللبنانية وبالتالي تطبيق جدي لبنود اتفاق الطائف ترجمة نانسي قنقر